اهلا بكم هل الطماطم فكه ولا خضار سؤال كتير اتفلسفنا به لما كنا طلبة في المدارس وكنا بنتعامل معاك فزورة ودي حقيقة فعلا لأن الطماطم بتاريخها العجيب لحد دلوقتي لسه فزورة ولها قصة وقضية عجيبة هتندهش لما تعرفه ومش هتفى أكل اندهاشة لو حبيت تعرف الطماطم فكه ولا خضار وكمان تتعرف على القضية وحيسيات القضية والقصة الشيقة لتصنيف الطماطم تابع معانا الفيديو للآخر بعد الفاصل معروف ان فيه اختلاف كبير بين الفواكه والخضروات لان الفواكه من ناحية الفنية نبات جواه بزور اما الخضروات فهي فعليا اي جزء بنكله من النبات طيب ليه الاختلاف في تصنيف الطماطم بترجع أصول الاختلاف لقضية قديمة اتنظرت في المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية في القرن التسعتاشر وكتير من الناس وكمان كتير من الخبراء ما يعرفوش عن القضية اي حاجة لكن معانا وفي آخر الفيديو هتكون انت اول حد يعرف في القرن التسعتاشر تم نظر القضية امام المحكمة العليا القضية بتحمل اسم نيكس في مواجهة هيدين بداية الاختلاف بين الفواكه والخضروات مش في التصنيف النباتي لكن كان في التمييز المالي بمعنى ان الاختلاف كان في فرض تعريفة جمركية بتوصل لعشرة في المية على اللي بتستورده الولايات المتحدة من الخضروات وما كانش فيه اي تعريفة جمركية على الفواكه ومن هنا كان الاختلاف وكانت المشكلة مع شركة جون نيكس كامباني وهي شركة مملوكة لتاجر جملة في منهاتين مستر جون نيكس واولاده الاربعة المشكلة بدأت لما اتفرض تعريفة جمركية كبيرة على شحن الطماطم كبيرة جيالهم من الكريبي في امريكا الوسطى اعترض التاجر على الضريبة اللي اتفرضت على الطماطم بيعتبرها من الخضروات وهو بيعتبرها من الفواكه ده عشان يتفادى او يبعد عن التعريفة الجمركية ورفع دعوة سنة 1887 لكن المحكمة رفضت الدعوة وتحولت القضية بعدها للمحكمة العليا سنة 1893 وبرده رفضت المحكمة العليا وقتها مزاعم مستر نيكس من ان الطماطم من الفواكه مش من الخضروات وفي الحالة دي مفيش عليها تعريفة جمركية استنت المحكمة في حكمها على اساس ان الناس ما بيطبخوش او يقلوا الطماطم على انها من الفواكه لكن على اساس انها من الخضروات وبالتالي وجب فرض الضريبة عليه وكتب قاضي المحكمة العليا في حاسيات حكمه من ناحية علم النبات بتعتبر الطماطم من الفواكه زيها زي الخيار والكوسة والفاصولية والبزلة لكن حسب تعامل الناس العاديين سواء كانوا بيعين او مستهلكين بتعتبر كل النباتات دي من الخضروات وتزامن توقيت الحكم مع فترة تحول كبيرة في مجال تجارة الفواكه والخضروات لما بدأت طبقة جديدة من تجار الجملة المحليين زي مستر نيكس بدأوا يفتحوا سلسلة من الاسواق المحلية والاقليمية الكبيرة ويستوردوا محاصيل من بعيد وكانت شركة مستر نيكس من اول الشركات اللي بتستورد محاصيل جاية من فلوريدا وكاليفورنيا وكانت بتصدر الفكهة لاوروبا وبترجع بالتماطم المستوردة من الكرة الاوروبية نتنقل بعد كده للكرن العشرين وبالتحديد سنة 1939 ساعة عصبة الامم اللي هي الامم المتحدة حاليا ساعة لتصنيف الفواكه والخضروات وغيرها من السلع عشان تنصق بين التعريفات الجمركية في العالم وانتهى المطاف بالتماطم بتصنيفها برضو من الخضروات كتير بيشوفوا ان حكم المحكمة العليا في قضية نيكس في تسعينيات القرن التسعتاشر ربما كان لها تأثير في قرار عصبة الامم وعليه اعتمدت وزارة الزراعة الامريكية برضو نفس التصنيف على انها من الخضروات بكده اصبحت التماطم من الخضروات حسب تصنيف المحكمة العليا سنة 1893 وحسب تصنيف عصبة الامم سنة 1939 وكمان وزارة الزراعة الامريكي مش معنى كده ان المسألة انتهت عند الحد ده لان كتير من الولايات الامريكية اعترضت واحتجت على الاحكام اللي فات واعتبرت ولاية تينيسي وولاية اوهايو ان التماطم نوع من الفكهة مش من الخضروات في حين اعتبرتها ولاية نيوجيرسي من الخضروات اعتمادا على الحكم في قضية نيكس وصلنا للقرن الواحد وعشرين وزادت الامور تعقيد باصدار الاتحاد الاوروبي امر توجيه في ديسمبر سنة 2001 بيصنف الطماطم فكهة زيها زي الجزر والبطاطا الحلوة والخيار واليقطين والشمام وبكده اصبح عندنا تصنفين للطماطم بعد الخبراء بيقولوا ماينفعش يكون التصنفين متعرضين وواحدين في التاني وحسب منطق القاضي مفروض وصف النباتات حسب استخدامها فهل الطماطم من الفكهة بالطبع فكهة هل هي من الخدروات بالتأكيد وعلى الاساس ده استنادا لعلم النبات بتعتبر الطماطم من الفواكه لكن من الناحية القانونية وحسب قضية نيكس في مواجهة هيدن بتعتبر من الخدروات فياتر فياتر الطماطم بالنسبة لحضرتك فكهة ولا خدروات أنا عن نفسي شايفها الاتنين وشايفها فعلا مجنونة على رأي المثل لو عجبك الموضوع عبر عنه بإعجاب مشاركة للفيديو اللهم اجعله عملا خالصا لواجهك الكريم وأجرني به في الدنيا والآكرة اللهم تقبل دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله ومجنونة يا طماطم